أحيانا أسهو وأحسن الظن ببعض الحسابات والصفحات العربية وأكاد أن ألومها غير أنني أتذكر أنها متصهينة مؤيدة للاحتلال ولا تصلح ولا يصح لومها أصلا فأتمتم مع نفسي قول أبي الفتح البستي ولما خاب حسن الظن فيكم ورحت بذاك صفر الراحتين أنست كما بائست حرا وبئس الحر إحدى الراحتين وعلى رأس تلك الحسابات بالطبع حسابه قريش يا قريش يا أزرق الذي هو اسم على مسمى ولا شك أن القائمين عليهم ورثة أبي جهل فهم من روجوا لمنشور يقول انتشار خبر غير مؤكد صحته بين سكان رفح حاليا يفيد بمقتل يحيى السنوار وسمح أصوات زغاريد وأغاني فرحا بهذا الخبر في مدارس الإيواء هاشتاج مش عارف ماذا حماس وإيران وكلا الخبر زائف وكما يقولون في مصر ده لما تشوف حلمة ودمك حبيبي أو عشم إبليس في الجنة فلا مصدر ولا أساس للإدعاء حتى في وسائل الإعلام العبرية الطريف أن تداول هذا الإدعاء الزائف جاء بعد أن نشرت وسائل الإعلام الرسالة التي أرسلها السنوار لأخيه ورفيقه في المقاومة والنضال إسماعيل هنية للتعزية في استشهاد ستة من أبناء أحفاد هنية في غارة صهيونية في أول أيام عيد الفطر المبارك ويبدو أن ظهور اسم السنوار جعلهم يرتعدون يرتعشون وأيضا يفبركون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر